أعلن وزير الدفاع الصيني دونج جون اليوم أن بيكين منفتحة على إجراء اتصالات عسكرية مع الولايات المتحدة بعد أن عقد وزير دفاع البلدين أول محادثات معمقة وجها لوجه منذ ثمانية عشر شهران وأدلى دونج بهذه التصريحات في خطاب نلقاه في حوار شانغريلا في سنغافورا وهو منتدى أمني كبير التقى خلاله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الجمعة الماضية وقال دونج نابيكين كانت دائما منفتحة على التبادلات والتعاون لكن هذا يتطلب من الجانبين أن يلتقي في منتصف الطريق والتقى دونج وأوستن لأكثر من ساعة في المنتدى الذي يحضره مسؤولون دفاعيون من كل أنحاء العالم